في معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان وفي ورشة صغيرة ملحقة بمنزلها تعمل السيدة وريدة بو علاقي مؤسسة الجمعية التنموية اجتهاد على تأثير مجموعة من الحرفيات في صناعة المنسوجات الخاصة بالجئة على غرار المرقوم والزربية سعيا منها للمحافظة على هذا التراث والترويج له ولكن كسب هذا الرهان مرتبط بجملة من الصعوبات التي تستدى تدخل سلطة الإشراف لإيجاد حلول لها نعمل على معاضدة الدولة في برشة مجالات نذكر منها الصناعات التقليدية كيف المرقوم والزربية وهذا موضوع ركزنا عليه برشة كجمعية تنموية حبينا يعني الحرف هذه ما تندثرش وحبينا نحيوها من جديد نعمل عليها من 2016 للاسف ما تطورناش برشة بدينا بخمسة حرفيات عندهم بطاقات حرفيات وما قدمناش بقينا في نفس النقطة اللي انطلقنا منها عنا مزوز مستخدم المدريين طالبين بضاعة بزيد فما شكون طالب ميتين موديل وفما شكون طالب اميان للأسف نقصين حرفيات وحبينا مع السلطة عملنا مطالب فمش شكون مهتم بالموضوع كما ينبغي ذك عليها احنا طول يد العام لمتاع الزربية والمرقوم مفقودة وللأسف بش تندثر شوية شوية الحلول هي انو نتلفتولها نتجهولها احنا كما نعرفوا الحاجات هذية هي المفروض هي مورد رزق الناس اللي الاغلبية منها موجود في بلادنا اللي هما منقطعين على الدراسة القطاع المبكر على الدراسة نساء اللي عرصة وراجلة ماشي بش تخدمتنج تخدم في دارها يعني تكون سند كبير للأسرة وحاجة أخرى ثانية اللي هي الموارد المطير ذي اللي بش ناخد موبيه الزربية ولا المرقوم قاعدة الترمافز بابل نذكر منها الصوف فهمة ناس ياسرة عندها صوف عائلاتنا عرفهم ويجوني شافوني نخدم في هذا يقول لك أنا ما نعرش للصوف متاعفين بش نزو على خاطر ما فهماش يكون لهي بيه الموضوع هذا ما فهماش يكوني يخصل يخصل للصوف ما فهماش يخدموا ما فهماش يشكون نعنا شركة واحدة اللي هي تبيع في الطعمة وفي الغزلة متاع الزربية يبيع هو سيموحمد في القروين معروف مشكور هو لو يلاقي القيروين كاملة انهارت اللي بطل سيموحمد احنا ما عاش نلقوا حتى منين باش نجيبوا الصوف هذا جلود العيد نذكر منها مثلا آلاف مليارات تمشي في الزباب هذيك عليهم ما نلقوا ليش حل مثلا يلزم الدولة تتلفت للموضوع هذا للمشروع هذا ماذا بينا نطلبوا شوية دعم لتكوين بنيات يعطوهم شوية منحة شنية هي ماشي حاجة كبيرة برشا وقت اللي تدعمها تعطيها باش تتعشى وتفطر تو هي تركز وتخدم حبينا نحافظوا اللي بنات وكل شي وجيوا اللي بنات وتلموا برشا بنات وبعد ما بلا هذي تقولك بطلت مدامة فميش شهرية ما نخدمش همتني خويه اه ياسر بالنسبة للطعمة غلط ياسر ياسر السوق ما عادش كيما بكري فهمتني غير نحنا طايحين بنا هذو مزوز من من سفيقس ومن كندا اذيك عليش نحنا رجعنا نخدمه لرنة بطل رنة مانيش ننخ وواحد يخدم ملزز خاطره ما عندوش حتى خدمه بيش يخدم هانا كل جينا هذو مزوز نخدمولهم ويرحم والديهم زدهم الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة اشتركوا في القناة